وخلال تشرفهم بتسلم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي والذي جاء ليعكس التقدير الملكي لإسهامات أبناء البحرين أكد العاملون في الصفوف الأمامية أهمية تكاتف الجهود واستمرار العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مختلف الأهداف المنشودة في التصدي لجائحة فيروس كورونا نهج واضح رسمه قائد فذ وسار عليه فريق البحرين بتفرد وأثبت نفسه في أبهى حلة خلال هذه الجائحة من خلال بذله وعطائه بعزم ما أسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين وأكد على جدية العمل بتفان لأجل المملكة وأمنها وأمانها في البداية حبيت أتقدم بشكر جزيل جلالة الملك وولي العهد رئيس الوزراء بإتاحة هذه الفرصة التي نعتبرها جدا مشرفة لنا بأن نشارك في هذه الحدث لتقدير جهود الصفوف الأمامية مما يعطينا الدافع لتقديم المزيد لهذه الأرض الطيبة إن شاء الله هذه التجمع لنا الكثير جدا خصوصا السنتين التي فاتت علينا كانت فيها لحظات عصيبة في كل دول العالم بالأخص البحرين ونرى البحرين تحقق هذه الإنجاز وهذه المستوى من مكافحة الفيروس هذه فخر جدا لنا ولكل سعب البحرين شكر وتقدير ملكي تمثل في وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي والذي تشرف العاملون في الصفوف الأمامية بتسلمه نظير إنجازاتهم وعملهم الدؤوب في مختلف مسارات التعامل مع الجائحة جدا سعيدة بهذا الحدث ونيل وسام الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله وسعيدة جدا بأن أكون أحد الكوادر من الصفوف الأمامية لمكافحة فيروس كورونا هاي التجمع يضم كل الفريق اللي كنا إحنا نشتغل معاهم أول شيء أحب أوجه دحية حق كل اللي تكرموا اليوم ويستهلون هاي التكريم وشعور حلو إنه إحنا سوينا شي حق البلد وهذي شرف عظيم لنا خبرات وكفاءات اجتمعت لتضفي على الجو العام حيوية مميزة سهمت في تقديم أفضل الخدمات والحلول الحديثة المتطورة التي سهمت في تعزيز الأمن الصحي جهود الكوادر في مختلف القطاعات ترجمت عزم فريق البحرين لمواصلة حمل الأمانة بكل مسؤولية ووضع مصلحة الوضن نصب الأعين للحفاظ على كل المكتسبات والمقدرات شوق العتمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر